بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ازايكم عاملين ايه رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب فيديو جديد لموديلات الشتاء وقماش الشتاء ده قدامنا القماش ده انصوف ليه والشين الجزء اللي فوق في الموديل اللي احنا هنستعمله الكورساج في قصة البرنسيزة زي ما انتم شايفين وفي ريفيرا من فوق كده زي ما انتم شايفين في البترون ده المعمول زي الموديل اللي هو بيلكه دلوقتي قدامكم معها تعديلات بسيطة كده هنعملها فهيبقى بالمنظر ده كده انا حبيت اعملكو على ورق والحار ده اللي انا بقول لك بشاولوك عليه دي دي غويتة لتحت فانا هعليها الفوق شوية وانا بقص تمام القماش المطلوب هنا اربعة متر اا اماش بس ده هنعمل منه اا للام واولادها البنتين صغيرين فالقماش هدين لها اا جيها فيها وابرة والجيها التانية ناسيج فاحنا هنعمل النسيج ده اللي هو الخيوط اللي بينا دي اللي هتبقى الوش بتاع القماش وهو ملبوس تمام احنا دلوقتي القماش ده هنعرضه متر ونص هناخد للبداية اا طول الجزء اللي تحت في الفستان احنا الطول كله اا مية خمسة واربعين فاحنا هناخد متر وخمسة عشان الجزء اللي فوق اربعين بتاع طول الوست فاحنا دلوقتي هناخده وهنعمل نظام ايه نظام الاد ورجل ازاي النظام الاد ورجل اا والفستان ده برضو مفتوح من قدام بزراير اا هنحدد الطول بتاع الامام بتاع الجزء اللي تحت وهنعمل المرض هنتني المرض نعمل حسابه التلاتة سنتي متنيين هنعملها اربعة سنتي عشان هتبقى الصنت ده اا نظام خياطة او يكون ايه اا برة تلاتة سنتي ما عليش لو الفوديو في صوت عشان انا بس اجل لكم وانا في المحل وطبعا مفتوح فانا ما اشرحكم على العليل في الشارع طبعا احنا اخدنا هنا دوران الوست وزودنا عليه عشرة سنتي عشان نزوم اللزوم الكشكشة هنعمل كشكشة عشوائية خالص مش كسر تمام زي ما انتم شايفين كده بعد ما تانينا عم حددنا الوست بنيجي نسطر عشان نباين قدامكم التبشيرة وهنطلع هنطلع لفوق من عند خط الجنب واحد ونص ده لزوم اهو اللي علينا لفوق خالص الفوق شوية بتاع سنتي ونص ده زي ما بنعمل الجيبة الاتنين سنتي بنتلاحهم لفوق وزي ما بنعمل في الوسط بتاع الكورساج اللي فوق بناخد منه واحد ونص سنتي فده بيعود ده وبناخد الوسع بتاع الفستان الجزء اللي تحت على الوسع اللي انت عايزيه لو عايزيه على وسع القماش كل اللي هو المتر ونص اللي هو الخمسة وسبعين يعني المتطبق براحتك خالص فاحنا مش عايزين هو واسع قوي فاحنا كده عملنا التوسيع وهنقص الجزء الامامي عشان هنكمل القص الجزء الخلفي بطريقة الايد ورجل زي ما انتم شايفين كده هنقص وناخد مسافة الخياطة وهنسيب برضوك مسافة الخياطة من فوق الوسط بس لكن من الجناب هنسيب زي ما احنا انت لا ملقماش جاي معينا لا اله الا الله ولا حوله ولا قواته الا بالله العليه العظيم يا ريت اللي بيشوفنا الاول مرة وهيتابع الفيديو بتاعنا للاخر ان شاء الله عشان هيستفيد ان شاء الله ما ينسناش في اللايك وشيرو السبسكراب عشان يوصلوا كل جديد بازن الله ويدي ويريد يوصلين على كلمة الاشتراك ويطلع له كلمة لكل جرز عشان يفعل الجرز على الكل عشان يوصلوا كل جديد بازن الله وكل اشعاراتنا هتوصلوا دلوقتي احنا خلص خلصنا الجزء الامامه وتبعا هنكمل قص عشان ما نتلخبطش والاسائص دو كلها هنستفيد بينها مش هنضيع اي اصقصها في القماشة دي بازن الله احنا كده هنستخدم الجزء الامام اللي احنا الصناعة كبترون للخلف ان احنا واحنا تانين ومدبسين كده الاربعة سنتي بتوع المرض بنطلحهم برا على برا القماشة اللي هي من تحت اللي هي بتبقى الجهة اللي على المقفول احنا عملنا الامام من الجهة من الجهة المفتوح عشان يبقى مفتوح من قدام بزرائر لكن ما بنيجي نقلب بنقلب بنعكس بقى بدل ما كانت الاول الديل وبعد كده بنقص من عند الوسلق دي هنا العكس بنقلب القماش بنقلب الامام بنخلي اللي هو اللي فوق في البداية اا والدل من تحت زي ما انتو شايفين كده قدام کو يعني يارب لو المعلومة اللي انا بقولها لك وتوصل لكو اا صح دلوقتي احنا زبطنا القماش وهنبتد نقص بالزبط زي ما قصينا الامام برضو خليكن معنا الاخر فيديو هاتعرفوا اا تشوفوا ازاي بنعمل للسجاف للريفيرا واللياقة وطريقة تركيب اللياقة اللي هي متكففة ودخلها جوه البطانة بالزبط. تمام كده? اه دلوقتي احنا قصينا الخلف والامام وبنزبط بس الخياطات عشان ما تباشر في حتة طالعة وحتة نزلة وفي نفس الوقت هناخد من الدل من تحت الاتنين او تلاتة سنتي من على الجنب. عشان تديني بدوران بسيط كده ما تكونش اه فيها حتة طويلة عن حتة تانية لما بتتلبس كفستان. زي ما انتم شايفين كده الحاجات الصغيرة دي انا بتبقى مهمة جدا في في الفينش وبردوك في البروفا لما بتجي حد بيقيس بتفرق قوي معينة. اه هنا برضو كزي برضو كل واحد وصمت اللي فوق ده اللي هو من على الجنب ينحق عشان الجزء لتحت بتاع الفستان بنزبطه ونسويه بالجزء على بعض اللي هو الامام والخلف. دلوقتي احنا خلاص احنا بنعمل بقى ايه الكورساج اللي فوق. فاحنا عاملين البطرون على اساس الامام. طب احنا فيه تعديلات قبل ما نعمل الامام هناخد اله الورقة هنا وهنشيل منها التلاتة سنتي بتوع المرض والتلاتة سنتي بتوع اللي هو الرفيرا ونتنيهم لجوه على اساس ان احنا هنعمل الخلف ومن غير من قبل ما نقص كمان القصة بتاعت السدر اللي هي البرنسيسة. ومع التعديلات اللي احنا برضو كنعملها في الفرع ما بين الخلف والامام. بنتني على قد الجزء الامام بس يعني على على الرأيين بس من القماش وهنبتدي نخطط وما ننساش برضو كنحنا لازم ندبسه بدبابيس عشان ما تزحزحش مننا والقصة التبوز. احنا كده بنعلم اهو بس بنعمل على اساس عشان ما نتلخبطش مش دوران الامام. لا. بنعمل على دوران الخلف. يعني بنرفع من حردة الرقبة. وبنعمل الخط بتاعنا بتاع الوسط وتاع كله الحردة الجيرو. وبعد كده بنشيل الورق. طبعا عندي الوسط هنا انا عاملة الوسط بالزبط من غير ما اعمل اي بنس. فانا عشان اعمل بنس في الخلف فبزود من عندي الوسط بمقدار البنسة. اللي هي البنسة اتنين او تلاتة سنتي بتزوديهم. زي ما انت عايزة من جنبي من تحت عند الخيادة بتتلاقي على حردة الجيرو. لحردة البط على ما فيش. يعني من نقطة اللي هي عندي نقطة الحردة تشيره على التلاتة سنتي او لتلين سنتي اللي تاخدون بتاع البنسة. تمام دي من ضمن التعديلات اللي احنا هنعملها الفرق ما بين الامام والخلف. وبنقص عادي خالص بالزيادات بتاعة الجنب. زي ما احنا عارفين الزيادة بتاعة الجنب اللي هي بتبقى معانا من تلاتة او اربعة سنتي. لكن الخياطة بتاعة اي دورانات بتبقى سنتي واحد بس. بنساوي الوسط من هنا وبناخد برضك المسافة الواحد ونص سنتي زي ما انتم عملناها في الجيبة من تحت. وبنحدد هنا اا مكان البنسة بناخد نص المسافة بتاعة الربع اللي احنا قدامنا ده. ربع الخلف. وبنطلع لفوق حوالي اتناشر سنتي او تلاتاتاشر سنتي لان احنا بنعمل البنسة بتاعة الامام غير البنسة بتاعة الخلف. البنسة بتاعة الخلف بنعملها اطول شوية باتنين سنتي عن الامام. تمام. ده وقت احنا بناخد اهو الواحد والنص سنتي او الواحد سنتي على ما فيش الحد آآ بنصب البنسة. بالمنظر ده يدينا بضوران كده بسيط وبقى حل. ده وقت بقى هنعمل ايه? هنفتح الورق ونقص قصة البرنسيسة دي بس بعد مقصتها المفروض كنت اعمل خطوة هعملها لكم دلوقتي اللي انا احدد عشان هبتدي امسك القماش الدوران بالزيت لازم تعمله خطوط كده عشان تعملي علامة كمان على القماش بالخط بالمقص الصغير عشان ده اللي هتبتدي منه الخياطات وهتوفق الفتحة مع الفتحة زي ما انتم شايفين كده دي قصينا البرنسيسة هي زي ما انتم شايفين كده اهي في ناس بقى بتدخل البنسة فيها فبتوسع اه بتعمل مقاس البنسة من الجنب وبتوسعها من ما بين القصة دي كده زي ما انا شاورتلكو اه بس انا مش هعمل بنسة اه كده بلزقها كده عشان اعمل بقى دوران ايه الدوران بتاعتي الجيرو التغويتة اللي هي واحد ونص سنتي اللي هي التعديل ما بين الامام والخلف كده المفهود كنت عملتها من قبل ما قصي الورق بس الملحوقة اه كده بندخل الواحد سنتي واقصي كده مع الدوران وبردك هعمل الواحد سنتي اللي هو من عندك كده في فوق هايز اقلوك بس معلومة ان التشريح البترون او الكورساش دوا لازم بيبقى عايز دماغ مسحصحة وتكون انت مخلصة كل اللي وراك وقعدة بتقصي وقعدة بتعمل البترون بكل تفاصيله عشان هو ده الورق ده اللي هتحطيه على القماش مفيش بعد كده لو غلطت غلطة ملهاش ان هي تصلح لاني ده قص والرسومات والكلام دي ملهاش علاج تمام كده فدلوقات احنا بقى ايه بنيجي نحط على القماش الاسئيس اللي انا طلعتها الاول من اه الجزء اللي تحت بتاع الفستان استعملتها في الجزء الكورساش اللي فوق طبعا انا بحط القماش في الحتة اللي هي تيجي معايا بالزيادات بتاعت الخياطة ولازم برضو كدبس القماش الاول الورق اخطت بقى بالزبط مع الحرس مع العلامات اللي هي عند الدورانات لازم اخدها بفورد صغير يعني من ضمنها الفورد بتاع اول التلاتة سنت اللي هو نص الحرق عند النص بزبط بتاعت الحردة الرقبة والفورد اللي هو اول الريفيرا واد الخطوط دي اللي هي بتاعت الدوران للبرنسيسا لازم اا اعمل لها علامة عشان وانا باقص اعمل لها فورد صغير ده بتوضحلي على فكرة يا جماعة بتخليني اركب الدوران وهتشوفوا انا بركب قبل ما اركبوا تحسي ان الجزء اللي انا هركب لتانا على البعض واحد كبير عن واحد بس مع تريح القماش بتبقى مظبوطة وماشية على الخطوات بالزبط بتبقى الحاجة تطلع كويسة بنبتدي نقص بقى وبحرص جدا زي ما قلتلكم ان احنا بنعمل دوران اي دوران بنسيب له واحد صنطي بس لكن الخط الجناب وبما ان جزء بتاع الكورساج ده ما فيهوش خط جنب فاحنا بنسيب من كل النواحي اا صنط واحد ما عاد حردة الرقبة لو تعرفوا ان انا علتها شوية عشان حاسس ان هي هتبقى واسعة اوي فانا اا علتها في القماش يعني سيبقى مسافة اكبر على القماش وهتبلوكوا وانا بقصها دي من دول الحاجات اللي بقول لكم لازم تكون دماغك فاضية ومصح صحة كده انا كانت احفادي عندي فالحمد الله ايمين بالواجب فالحمد الله اللي هي تلعت النتيجة دي ربنا يخليلنا ويخليل الناس كلها يا رب الاحفادها واولادها ده وانا احنا خلصنا قص وبنعمل الفرد الحاجات الصغيرة اللي اترك عليها ده وانا احنا هنعمل ايه هنعمل الجزء الصغير بتاع الكورساج اللي هو اللي هو باقي حردة الباط والجنب فانا جات لي فكرة انا عايز اعملها الكارو اللي فيه ملوح شوية فانا بقعد ازبط برضو ايه ان الاتجاهات اجيبها من هنا من هنا بس برضو بعد ما اشوف الزيادات اللي انا هاخدها بحيث ان انا الوح شوية اه ازبطه شوية لازم اه تعملي التجارب ده كلها على الغات لما تيجي في الاخر وترسي المسافة ايه اه اه هتيجي شكلها ايه بالزبط وانا عملت كتير بصراحة وجربت في فكتع وماشي كتير غات لما رسيت على الجزء ده ان انا خلاص اه عملت زيادات الخياطة من الجنب بقى الاربعة سنتي واعمل اخطط عليه بالزبط واعمل العلامات العلامات تاني دي مهمة العلامات بتاعة الفردات الصغيرة بتاعة ايه دوران وهيبال لكم برضو كان ازاي كانت اه شكلها هيخد انا ازا نفس اتخطي المسافة دي انا اعملت فيها حاجة غلط لا لكن لما التزمت بالفتحات الفرد على الفرد بتاعة الجزء اين تريد الموضوع بسيط وبقى شكلها حلو طبعا عشان الورقة ملوحة ودي مقصودة فانا باخد المسافة بتاعة الجنب اللي هي الاربعة سنتي بقسها وبسطرها بالمصطرة تبقى مظبوطة من عند حرد الجير والحد الوسطي تحت هي الاربعة سنتي مظبوط فبعد كده خلاص انا اقص واعمل الفردات بتاعتي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم مؤتوب اليه خدوا بالكوا كده وانا بقص برضو التخطيط بيبقى مهم بيزاد في تشريح البترونات يا جماعة دي حاجة مهمة جدا تشريح البترون عشان كده انا بعمل بالممارسة من غير باترون بس انا ما يجيلي حاجة زي كده البرنسيسة او في قصة لون وقصة لون لازم اعمل فيها باترون ده وقت انا قصيت كله بالفردات وعلمتها كده يعتبر احنا قصينا الكرسج اللي فوق وقصينا الوسطي اللي تحت بتاع الفستان والضهر مش نوع الزرات اللي احنا هنعمل الكمام وهنعمل استجاف بتاعة الكرسج اللي فوق طبعا في حتة هنا هو طبقتين بس يعني هتبقى فرد الكم واحدة هنعملها وبعد كده هناخد من بيئة القماش الكم التاني الكم عندنا هنا ستين سنتي هنفصله الاول بعدين كده نعمل الحردة بتاعته اللي هو حردة الترمبة تمام كده هناخد هنا المسافة اللي احنا اسناها عندنا اتنين وعشرين وهنزود عليها اتنين سنتي هتبقى اربعة وعشرين هناخد المسافة دي كده وان خلاص بالممارسة بعنا برضو كعرفتان هي المسافة بتاعتها اللي هي بتبقى بتاعة عشرة سنتي وهنعمل الزوية دي كده وهنقسم الخط ده على اربعة الاول انا اسمناها على اتنين وبعد كده هنقسمه على كل جزء على اتنين تمام كده الاول هناخد بقى حردة معسم الكم هناخدها هنا في حدود سبعتاشر سنتي المفيدة هي بتبقى خمساشر او اقلب بس احنا هنعمل فيها قصر في الاسويرة وهنوصل النقطة المعسم بنقطة اخر العشرة سنتي بتاعت تحت البوت اللي هي يعني اخر ترمبة الكم تمام كده وهنقص وهنصفي خالص الكم طبعا احنا دلوقتي هنقسم اربعة الخط الزوية ده على اربعة وهننمدي واحد سنتي البرة في الجزء اللي فوق واحد سنتي الجوة جوة الكم من الجزء اللي تحت وهنعمل الدوران بتاعنا خالص كده وكده احنا خلصنا فردة كم واحدة لو ملاحظين ان انا باخد من القماش بحرص شوية عشان اللبس الاطفال اللي انا هعملوه من بقى القماشة دلوقتي احنا عملنا طبعنا القماشة على قد فردة القم التانية وهنستعمل القم الاولاني كباترون بالزبط كده من غير اي تعب وهنقص عليه خالص اه طبعا الفيديو ده بتاع القص الموديل الكبير للاسف معلش عشان ما يطولش كتير وهتملو مني فانا عملته على جزئين جزء القص عشان تشريح الباترون وجزء التاني للخياطة ويبان شكله في الاخر وبردك اللبس الاطفال التفلتين انا برضك هعملو فيديو لوحده ربنا يا سهر بس ان احاول اختصر لكم فيه بحيث ان هو يبقى فيديو واحد مش فيديو هنا عشان ما يتملوش مني ومن القماشة زيت نفسها احنا خلصنا كمامة هو بنعمل الضواتي ايه الاسويرة دي القماشة طبعا متطبعة من ضمن برضك القصائص اللي انا مطلعاها وحددت الاسويرة وهقصها وافصلها خالص وكده يعتبر احنا مفيش غير بقى ايه مفيش غير الاستجاف بتاعة الفستان واللياء كده احنا هنطبق اه عشان نعمل الاستجاف بتاعة الكورساج فاحنا طبعنا جزء من القماش كانت اه خارجة عن البقية المقاسي للقماشة فبنزبط ونخطط كده على اساس نفس المقاس بتاع وطول الجزء الكورساج بس هناخد نص عرض الكتفي بس الجزء الكتفي اللي هو اللي بعد حاردة الرقبة بناخد جزء منها بس مش كلها وبننزل عند الوسط هنا الاستجاف بس على مساحة فها اقل بتاع تقول عشرة سنتي او حاجة زاكن دي مش محتاجة حاجة كبيرة يعني حاجة لو كات اقل من كده بس انا دورت في القسائص ما لقيتش هنلاقي حاجات صغيرة فقلت لأ لازم بقى لابد ان انا عامل من القماشة الكبيرة لازم اجرب الاول الولايات ولما بلقاش برجأ لبلجأ للقماشة الكبيرة زي ما انتم شايفين كده اسجاف ونفس برضو كامشا على الخطوط واعمل برضو كنفس الفردات اللي عاملاها في الكورساج الجزء اللي فوق هعملها برضو في السجاف افتح كده القماش واقص على القماش بالزبط واعمل العلامات بتاعت كلها العلامات دي مهمة مهمة جدا احنا كده خلصنا الفيديو يا رب يكون قدرت اوصل لكم معلومة واللي عنده اي استفسار او السؤال ياريت في الكومنتات يقول لي وانا تحت امر الكل واشوفهم في الجزء التاني بازن الله اشوفكم على خير ويا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله ودي القماشة اللي باقية ان شاء الله هنعمل بينها الاطفال شكرا لكم